موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بأبرز العنوين من موقع المشاهد نيت تقرير حقوقي يؤكد ميليشيا الحوثي تستخدم المعتقلين دروعا بشرية في الحديدة ومن الاشتراك نيت جهود أممية ودولية جديدة لاستيناف مفاوضات السلام في اليمن السفير الأمريكي في اليمن يقول الشرق الأوسط اليمنيون وحدهم قادرون على الوصول إلى السلام ومن البيان سقوط قمرين صناعيين على الأرض خلال أسبوع أهلا بكم ومن العنوين الواردة في موقع المشاهد نيت تقرير حقوقي يؤكد أو يوثق استخدام الحوثيين للمعتقلين بالحديدة دروعا بشرية وكشف تقرير حقوقي عن استخدام الحوثيين 329 معتقلا كدروعا بشرية أمام ضربات معتقلات التحالف أو أمام ضربات مقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة منذ اندلاع الحرب في مارس 2015 وحتى مايو 2017 وأكد التقرير الذي حمل عنوان دروع بشرية في الحديدة أنه وثق مقتل 35 معتقلا وإصابة 77 آخرين فيما لا يزال 41 آخرين في عداد المفقودين فقام الحوثيين وحليفهم صالح باستخدامهم كدروع بشرية التقرير الذي أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود اتهم الحوثيين وصالح بأنهم كانوا قد استخدموا المعتقلين دروعا للاحتماء بهم من ضربات الطيران وأكد التقرير أن 45 معتقلا لم يعرف لهم أي نشاط أو توجه سياسي سوى أنهم أظهروا عدم الرضا عن الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وحليفها صالح في المحافظة من موقع الموقع بوست نشر تقرير حول المعتقلين في صنعاء بعنوان حقوق الإنسان تحمل الميليشيا مسؤولية سلامة المختطفين في السجن المركزي بصنعاء وقل الموقع أن وزارة حقوق الإنسان أدانت جريمة الاعتداء على المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء التي ارتكبتها ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية يوم الأحد مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ما تسبب بالكثير من الجرح والمصابين وحملت الوزارة في بيان لها الميليشيا الانقلابية مسؤولية سلامة كل المختطفين مطالبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لاحترام القوانين والحقوق التي صيغت لحماية الإنسان وصون كرامته وحقوقه وكانت ميليشيا الحوثي اقتحمت مبنى سجن المركزي بصنعاء ونقلت أكثر من 24 مختطفا تم اعتقالهم بسبب رفضهم الانقلاب إلى جهة مجهولة موقع المصدر أولاين وعنوين في صفحته الرئيسية السلطات السعودية تعيد فتح باب العمرة لليمنيين بعد توقف دام لثلاثة عوام وقال الموقع أن السلطات السعودية أعادت فتح باب التسجيل للعمرة أمام اليمنيين بعد توقف دام ثلاثة عوام جراء الحرب وضاف الموقع أن وزير الأوقاف أحمد عطية بحث مع قيادة قطاع الحج والعمرة ترتيبات لازمة لاستكمال إجراءات تعميد شركات العمرة ترقبا لفتح باب العمرة من قبل السلطات السعودية أمام اليمنيين وأكد عطية أن الوزارة ستبذل كامل جهدها لرعاية وخدمة اليمنيين الراغبين بأداء العمرة هذا العام تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطة جادة هذه المرة انتهت الحاجة إليه في جبهة القتال وانتهت الحاجة إليه سياسيا هكذا بدأ ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا في أجزاء من المقال علي صالح يشرب من نفس الكأس الذي جرعه لكل الذين شاركوه أو تحالفوا معه في مراحل ماضية وهؤلاء بطبيعة الحال لم يخرجوا عن نفس الموروث الذي يحاول التحالف في اليمن إلى مجرد مهنة شريرة يحترفها المخادعون لينهي بعد ذلك القوي الضعيف ويمضي ساخرا ومحلقا في فضائه الخاص لم تخل حياة علي صالح من مثل هذا التحليق الساخر لمرات كثيرة وربما بقي لديه شيء من الذاكرة يعيد إليه قدرا من التوازن النفسي من منطلق أنه قد سبقهم إلى ذلك وأنه لو كان قد تمكن من هؤلاء الحلفاء الجدد لما أخذ فيهم إلا ولا ذمة عموما لا يجب المبالغة كثيرا فيما سيرتبه هذا الانشقاق من تبادلات في المشهد العسكري والسياسي على السواء لأن الانشقاقات تضرب أطنابها في باطن المشهد كله من أقصاه إلى أقصاه حتى بدى الأمر وكأننا أمام مشهد أشبه بذلك الكائن الخرافي ذي الرؤوس العديدة التي تتحرك في كل اتجاه وتخبط في كل ناحية كل ما في الأمر هو أن الحثيين ربما أدركوا أن الحرب قد استنفذ أوارها ولم يعد أحد يحسب حساب استمرارها لتغيير المعادلة تغييرا جذريا على الأرض فقرروا التخلص من عبئ التحالف مع صالح الذي قد يكلفهم نصف المكسب فيما لو بقي إلى جانبهم هم الآن يريدون أن يتفاوضوا كطرف كامل لكن نصف الطرف كما كان الأمر من سابق إلى موقع الوحدة وينتو الذي عنوان ميليشي الحوثي تختطف تربويا في محافظة إب وقال الموقع أن ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية أقدمت على اختطاف مدير مدرسة في إحدى مديريات محافظة إب وسط اليمن وقال مصدر تربوي أن مسلحي الحوثي اختطفوا مدير مجمع النصر بمنطقة المرفدين بمدرية السياني جنوب مدينة إب جزيلان السعيدي واقتدته إلى أحد سجونها الخاصة وذكرت مصادر محلية بأن أسباب اختطاف السعيدي تعود لتهم كيدية وتعسفية وتحدثت مصادر مطلعة بأن ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية قالت جزيلان في الوقت الذي رفضت إدارة التربية بمحافظة إب أو قرار إقالة رفضت قرار الإقالة ووجهته لممارسة عمله بإدارة المدرسة وهو ما دفع الحوثيين لاختطافه بعد قدومه للمدرسة والبدء بتسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد تحت دريعة قيامه بتسجيل طلاب من أبناء من تصفهم بالدواعش العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم منها باحث دولي يعتبر تحركات المجلس الانتقالي مقامرة غير محسوبة العواقب ومن عدن مسلحون يهاجمون تجمعا لعشرات المواطنين بقنابل مثيلة للدموع وميدنيا قائد مقاومة الصبيحة يؤكد انكسار زحف حوثي قرب كهبوب وعن إضراب المعتقلين في سجن بير علي بعدن تعنون الصحيفة مدير السجن يدعو المعتقلين لإنهاء إضرابهم كونه مخالفا للشريعة وقتلا للنفس وفي العنوان السياسي لموقع الاشتراك نت مساعن أممية ودولية جديدة لاستيناف مفاوضات السلام في اليمن وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن مساعي أممية ودولية جديدة من المرتقب إطلاقها خلال أيام لتحريك جمود الأزمة اليمنية واستيناف مفاوضات السلام من توقفه منذ مطلع غصص العام الماضي وكشف السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر عن استيناف مرتقب لجهود إحياء مسار السلام في اليمن بدءا باجتماع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ورد الشيخ أحمد وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن كشف في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي عن خطة أممية جديدة لبناء الثقة وإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات ويتابع التقرير يأتي هذا بالتزامن مع ضغوط أممية ودولية من أجل وضع حد للنزاع الدامي في البلاد الذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والإقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قال السفير والأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر للشرق الأوسط أن اليمنيين أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومستدام لافتا إلى أن أي حل يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة أسس تتمثل في وقف القتال وعدم إعاقة إصال المساعدة الإنسانية العاجلة ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين وأضاف تولر أن بلاده تواصل التزاماتها أو التزامها تحقيق حل سياسي إلى أن هناك مستوى عاليا من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصاليحه وبالتالي باتت تقدم نحو السلام صعبان لذلك علمت الشرق الأوسط من مصدرين دبلوماسيين مطلعين على ملف التسوية اليمنية أن اجتماعات الرياضة التي تمت الأسبوعين الماضيين من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل نزوح اليمنيين ينعش سوق العقارات في حضر موت هذا ما ورد في صحيفة العرب الجديد والتي أضافت أنعشت ظروف الحرب في اليمن سوق العقارات في محافظة حضر موت ترقي البلاد والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية وقطع الأراضي ما أدى إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وأعمال التشييد والبناء وبعد عام ونصف من تحرير مدينة المكلة عاصمة المحافظة من قبضة تنظيم القاعدة بدأت المدينة تتعافى من أثار سيطرة التنظيم الذي حكم المدينة لمدة عام كامل تراجعت معه الحركة الاقتصادية خصوصا في القطاع العقاري والسياحة الداخلية وتضيف الصحيفة لم تصل الحرب الدائرة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي ومليشي الحوث وصالح إلى حضر موت إذ بقيت المحافظة بعيدا عن أجواء الصراع واستقبلت عشرات الألاف من النازحين وتقول صحيفة العرب الجديد أن الزائر للمدينة يلاحظ توسعا واضحا في تشريد المباني الجديدة عوضا عن إعادة بناء منازل قديمة تصميمها بما يتوافق مع سلوب السكن العصري خصوصا تلك التي تقع في وسط المدينة ويرجع المهندس هاني بفلح وهو صاحب مكتب استشاري في التخطيط والتطوير العقاري ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى حركة النزوح الكبيرة من المحافظات الشمالية جراء الحرب التي إلى مدينة المكلة فضلا عن عودة أعداد كبيرة من المغتربين في السعودية إلى المحافظة جراء فرض السلطات في المملكة رسوما على مرافق المقيمين رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل كتب مقالا تحت عنوان القفز من الخرائط ممنوع قال في جزء منه محذرا من مغبة تجزئة الدول وأن تصبح الدول الصغيرة أصغر لا يستسيغ العالم القفز من الخرائط يعتبره مغامرة خطرة يخشى التلاعب بيحدة الدول وحدودها لهذا ينصح بالبحث عن حلول داخلها مهما تأخرت ومهما كان الثمن يفضل متاعب الزواج على الطلاق وأثمانه الباهظة وعلى رغم ذلك تجرع العالم في العقود الأخيرة تجاربا كان يتمنى تفاديها قفزت أريتيريا من الحضن الإثيوبي وانكفأ جنوب السودان إلى استقلاله وتمزقاته وتبدد أفراد العائلة اليوغوسلافية وكأن الماريشال تيتو أرغمهم على العيش تحت سقف واحد واختارت شيكوسلوفاكيا أسلوب الطلاق المخملي وكان مسعود برازاني يأمل في طلاق من هذا النوع متناسيا أنه لا يقيم في أوروبا وكان مسعود برازاني يأمل في طلاق من هذا النوع متناسيا أنه لا يقيم في أوروبا وأنه ليس من عادة أهل الشرق الأوسط التخاطب بالمخمل رودتني هذه الأفكار الشهر الماضي وأنا أجول في مدينة كاركوك المدينة التي تحولت عقدة في حياة العراق في العقود الماضية والتي تسبب التنازع عليها بأكثر من حرب وأكثر من مأساة اختصرت كاركوك مأزق الأكراد والعراق معا لا يستطيع الأكراد نسيانها أو التنازل عنها ولا تستطيع بغداد السماح لها بالفرار من الخريطة لتكون نواة دولة كردية مستقلة لا قدرة للمنطقة على احتمال تمزيق الخرائط التمرد على التاريخ أسهل بكثير من التمرد على الجغرافيا التاريخ روايات وحكايات وثارات يمكن تلوينها والتحايل عليها وإعادة تفسيرها الجغرافيا ملامح قاسية وثابتة مبرمة الأحكام والتزداد صرامة الجغرافيا حين يقيم المتمرد بين قوميات وإثنيات ولغات ودول هي في النهاية وريثة إمبراطوريات دول تعامل خرائطها كثياب ضيقة فكيف توافق على خسارة المزيد من أرضها وثرواتها وهيبتها القفز من الخريطة ممنوع خصوصا في هذا الجزء من العالم حيث تتجاور براميل البارود مع آبار كثيرة صحيفة القدس العربي في أخبارها المنوعة تعنون أكثر من مليار شخص في العالم غير مسجلين في قيود الحكومات وقالت الصحيفة يعيش في العالم أكثر من مليار ومئة مليون شخص لا تعترف البيانات الحكومية الرسمية بوجودهم فيمضون حياتهم محرومين من التعليم والخدمات الصحية وعرضة في كثير من الأحيان للعنف وتضيف القدس يشكل الأطفال ثلث هولاء الأشخاص غير المرئيين الذين يعيش معظمهم في أفريقيا وآسيا وهم حرموا من التسجيل في القيود الرسمية حين ولدوا بحسب ما أعلن البنك الدولي ومن العوامل المساعدة على تفاقم هذه الظاهرة إعراض عائلات عن تسجيل أبنائها بسبب الظروف السياسية وتقول الوزيرة السابقة للتنمية في البنك الدولي بسبب النزيعات بين الأعراق يتخوف البعض من أن يعرف على أنه ابن هذه الجماعة أو تلك ولا سيما أن بعض الحكومات تميز جماعات على حساب أخرى للأسف فيما يتعلق بمقتلة الصحفية التي كشفت شبكات فساد ضمن ما عرف بوثائق بنما يعنون موقع البي بي سي مظاهرة حاشدة في مالطة تطالب بالعدالة بعد مقتلة الصحفية غاليتيزيا وقال الموقع تظاهر الألاف في مالطة للمطالبة بتطبيق العدالة على المسؤولين عن مقتلة الصحفية الاستقصائية دافاني كورونا غاليتيزيا وكانت الصحفية قد قتلت في انفجار قنبولة في سيارتها الاثنين الماضي واشتهرت غاليتيزيا بانتقاد سياسيين كبار واتهامهم بالفساد وذلك عبر مدونتها التي تحظى بمتابعة كبيرة وتضيف البي بي سي لم يحضر بعض السياسيين تلك المسيرة بمن فيهم رئيس الوزراء الذي قال إن عائلة غاليتيزيا رفضت حضوره وكذلك زعيم المعارضة لكن سياسيين آخرين حضروا وكان الرجلان محطة انتقاد الصحفية غاليتيزيا حينما كانت تجري تقارير استقصائية حول فساد مالي مزعوم في عقاب تسريب وثائق بنما ويتابع الموقع عرضت الحكومة المالطية مكافأة مالية بقيمة مليون يورو لمن يدلي بمعلومات تسهم في فك لغز مقتل الصحفية أما صحيفة البيان فتقول في أخبارها المنوعة توقع سقوط قمر صناعي آخر على الأرض خلال أسبوع ذكر مركز الفلك الدولي أن الأرض على موعد آخر لسقوط قمر صناعي كبير نسبيا اليوم الاثنين وهو قمر صناعي روسي أطلق إلى الفضاء منذ يوليو عام 1979 وكان يستخدم من قبل الاتحاد السوفيتي لأغراض الاتصالات وذلك بعد أسبوع من سقوط قمر صناعي الروسي في المحيط الهندي وصرح المهندس محمد شوكات عودة مدير مركز الفلك الدولي بأن كتلة القمر الصناعي الروسي تبلغ 1600 كيلو جرام ويبلغ طوله 3.4 أمتار وقطره 1.6 متر مشيرا إلى أن القمر الصناعي أثناء عمله يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية مرة كل 12 ساعة وأثناء مداره يختلف بعده عن الأرض من 550 كيلو متر إلى 40 ألف كيلو متر وأوضح المهندس عودة أن جميع الأخمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدارات منخفضة أقل من 1000 كيلو متر ينتهي بها المطاف بسقوطها نحو الأرض وذلك بسبب احتكاكها المستمر مع الغلاف الجوي مجموعة منتقى من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم الأسبوع الماضي وقد وردت في شبكة البي بي سي تعالوا لنتابع الصور اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور دبتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة